الكلمة ليهم هدف من الحملات هو تحسيس لكننا عنا عملة حتى نعطيه ألترنتيب لفرصة المواطنين لنفرز النفايات لدينا مريضة موبيل على تغطي منطقة من تونس ويبدأت إدخالها ونفرز النفايات نقوم بتحسيس وعالا يشتركوا على موقعه يشتركوا على الموقع ومع الموقعات التي تقوموا بممازنة ومعاتهم فيما بعد ما هي الشيطة التي تعملوا لهم ليس شيطة بركة لا يوجد شيطة بركة في بلايس الكل لا تتمكن من المطقة تجمل معناها لزون يغبان معناها المعطقة الحذارية ما هيش مقتصرة ممكن خطته احنا في جو سيف دونك تكثر عامل تحسيس لازمة لأنه كما قولوا النسبة هامة من الواطنين معناها يستافوا ويخليوا مالوريزمون معناها ديشي سوق كلاسي دونك موجودين بينسوير حاضرين في البحورات لكن راو التلوث مهوش راو مربوط ببحر ولا ولا بلاسة معينة لأنه حتى يطيس بلاستيك في الشارع ويمشي المصب في غالب الأحيان نعطي بعض الأرقام هنا كل عام أربعة ملايين شكارة بلاستيك تستعمل من التوينسا تقريبا 400 شكارة لكل ساكن شكارة واحدة تطيش في الطبيعة تقعد أربعمية عام في الأرض أرقام كبيرة نسمعها بالتزمل مع هذا تقريبا يوم الجمعة القادم من 16 جويلة بشيكون الاحتفال باليوم العالمي دون أكياس بلاستيكية خلينا نحكيوا على مسؤولية المواطنية يعني ديما نحكيوا على مسؤولية الدولة الدولة ديما نقولوا راهيانا ما تنظافش وينما عمال بلدية ما ترسموا ما عادش يخدموا برش كلام قاعدين نسمعوا فيهم النوحة دية ولكن المواطني اليوم كما قلت أنت يمشي للشط وإلا حتى في الشارع يمشي لأنه عنا ثقافة الناس في كرهبة تسوى أكثر من 100 مليون لأنه لا يوجد مسألة فلوس ومسألة درجات في مستوى العيش إلا واحد لكي غطة من الكرهبة إلا واحد لكي شكارة ساعات لمشي تلقى شكارة في الكرهبة السيجارة وكيف كيف يعني المواطن طولي قاعد يسمع فينا اليوم وين مسؤوليته بالضبط؟ يجب أن لا يقع خلطه بش نستفهم برشة رو ثم فرق بين إيجين أوربان وبين إيكولوجيا ولا بيئة ولا أمورنمو علش خاطره مثلا إذا كان في حي مثلا ممكن عندهم الإمكانية بش نصف ولا كذا رو ما ينفيش المسؤولية المسؤولية ما تبدأش من وقت طيشت المسؤولية تبدأ من قبل من وقت انتشريت الساشي بلاستيك وذي مهم برشة معنى بطبيعة المواطن هو دوره الخاطر نسمه في برشة حديث على تثمين نوفيات وكذا أو المنع البلاستيك أو اليوم العالم منع البلاستيك نحب أن نمنعه جملة معنى يجب أن تكون سياسة متع دولة واضحة ولحد الآن الأسف ثم تذبذب بش نرجع للدولة مغازات تخدم بلاش بلاستيك ومغازات تخدم بالبلاستيك صار عملية ثم ضررش حاجات صاروا فيهم حتى مبتدان قالوا احنا تفهمنا مع الفضائط التجارية بش نحيو البلاستيك أفغي دير كان هي اتفاقية غير ملزمة واجبوا نوع أخر بلاستيك أغلى ويشد أكثر سواديزون لكن كانت عنده كورث بأي أكثر نرجع نصور المواطن سمحني نقف على النقطة هذا يعني توا اللي قاعدين يستعمل في بعض المغازات هو بلاستيك أيضا نزدك كيف ومضر أكثر من اللي كنا نستعمل فيه قبل نزل يمدوا في ساشيات في المغازات نزل يمدوا في ساشيات في المغازات نزل يمدوا بالفلوس ثم ديساك إيكولوجيك مثلا المتاع ذوكم ما يحد ذوكم بهين يبقى وذوكم مدة كبيرة باشا ولكن بلاستيك لاخل قاعدة تباعد ذاك المعادة 180 فرنك تأخذها 180 فرنك ما أنا سمحني انت انت عملت كثة أخلا ذاك يبعد يولي ميكرو بلاستيك ما جاوبتنيش على سؤالي فيما يتعلق بمسؤولية المواطن ليس نصلك ثم ثلاثة حاجات لا تسمح بالنسبة للمواطن قتلك رهية قتلك العمارية لا تبدأ من وقت لا يشتد من وقت لا يشري ديجال لذين المواطن بش يكون ترفر هي يجب تمام بخيز دوبوزيشيات يجب انت تفهم نحنا قلنا في الأموين كل ساكن 400 ساشيات نأخذ ونقول انت سيمالك انت مواطن صالح ومواطن باهي مثلا نقوله تستهلك ساشي في النهار العام قضيش فيه من النهار 365 يو انت عندك في العام تلات ناجم تقتل 365 سلاح في بحري بساشي واحد بركة في النهار لانه علاش لانه المشكل متاع المصابات متاعنا هي مصابات مفتوحة وكتراحت المصابات الموجود في تونس في قربص في تبارقة كلهم مصابات قريبة البحر معناه اذا كان اي عمل طبيعي كيف مثلا ريحة قوية ولا امتر ولا كذا البلاستيك اذا كان الوجه نهائية متاعه للبحر ولا في الليشون بعد ذلك الكل سمى حيوانات سمى فقريات تلك البلاستيك اللي احنا توقعنا اموين ما يقارب بطاقة حجم بطاقة بانكية والحجم بطاقة تعريفة من البلاستيك في كروشنا كل جمعة قدائش سمحني؟ نعم عمنا في كروشنا كل جمعة بطاقة ما يعادل بطاقة بنكية الحجم من البلاستيك او حتى من الوسط عندك غادية نستهلك في كروش نستهلك يام حوت ياما مع الحم ياما مع الخضرة ياما مع الخضرة ياما مع الميكرو بلاستيك ياما مع تربة تلك الميكرو بطاقة لا تستهلك سمحني انا في داري عندي فضالات فضالات اديية كيف نضعها لنجم نخرجها البر كيف تأتي الناس كيف تأتي الحلول يعطيني حلول يعطيني حلولة مثلا انا اليوم نجمش نجي الباب نقوله ما نعشت استعمل البلاستيك ولا ما عشت ناجم ما عشت استعمل الماء في بابز الكبار في بابز بويترا انا كيف نجم نعطيه نطرح لباداء الاخرين انا نوفرهم له كمواطن او اللي يسمع فينا كيف كيف باش يوال يمارس الحاجت هذا مثلا خليت له قفة انا اما حاجت اخرين نطرح كل يوم كيف نجم نحسن انا مش نعطيكم كيف نقوله فلسفة كيف تتعامل بها المواطن في حياته مع النفاية انجينيغال وراو مهو وراو مش كيف نقوله مهوش حل راو راديكالي باش نقوله طاوه مهوش لانه مشكله نحن فالصناعيين يجب ان يشوفوا الوجهة النهائية ويجب ان يشوفوا الوجهة النهائية ويجب ان يشوفوا الوجهة ويجب ان يقبل هذا كل ما احنا كيف نقوله حريقة ونحاوله مهونا متخيزي فما سكنا بالتسمح بالفرنسية ترجمها ابانا معناها الثلاث الارهاد كما نقوله اول حاجة كمواطنة يجب ان نرفض ويجب ان نقص لا تقص عشو كمواطنة ويجب ان نقص في صحر ويجب ان نشرب ماء ويجب ان نحاول ان نقص الستهلك حاجة اخرى في نفس الاطارة كي نمشي كي نقضي إذا نشوف مثلا أسكل مادة قبل الراسكلا أو اللي خاطر رو برشا دي زوبجية رو فيهم ما همش قابلين الراسكلا وذي سهل يسه بالنسبة للمواطن معنا أي مادة بلاستيكية يلقى مثلث سيني مثلث فيه كرفيرانس أسكل مادة ذيكا قابل الراسكلا أو اللي مثلث شنية أخضر مثلث ثور متع مثلث عادي وإذا كان لقيته مثلث قابل الراسكلا قابل المهم قابل الراسكلا حاجة أخرى المسؤولية فيش مسؤوليتي قامت ثم مشكلة فيش ثم كونديسيونمون في العقلية اللي ذي سائرة توا ونحب ننبه السيد المواطنين خاطر قاعدين نعيشوا في نفس المرحلة الكونديسيونمون ليساره وصاره بدو قبل خاطر قبل البلاستيك ما كانش موجود لكن ولا معنا وحصونا إلينا نحن من نجموش نعيش من غير بلاستيك دونك المواطن كي تمشي انت تقضي تلقى مثلا حاجات تشنجم تشريه مثلا خضرة تلقى كعبة بنان ولا كعبة هندي ولا كعبة مدالينة في بركات اللي هو موشري سيكلابل ومغلفة بلاستيك دونك نبعد من الموادة دي كمعاسي مسمحوني في كلمة بهمة كانان مش نمشي في عذن نجم نشري كيلو غلا اي عدم فطنة اي ماذا دي نمشي في كلمة بس معاك على غير ما يحب نفايق لعبينة الثاني حاجة قلنا احنا بش نقصو ونرفض الموادة دي ثاني حاجة هي إعادة الاستعمال او نادي مويا في حكاية مثلا حتى فكلي بلي كانيدو توماتو كذي فليبو مثلا مش تعمل جارديناج وكذي ماهيش ديفلوبي برشا في تونس محل الحل الخريني اللي هو رسكلا موش هدف محبوش احنا نشجعوا ناس على كونسوماتيون بلاستيك الرسكلا اللي هو مثلا البرباشة اللي اللم ولا جمعيات كيف عنا الكلام احنا في منطق معاينة اللي هما بعض يلموا لدي شيء كوني كباب بلدوغسي كلي الرسكلا باش تنجح الرسكلا المواطنين يجب يقوموا بعملية الفرز بطريقة صحيحة باش نبسط على السادة معناها المستمعين سهلة يستفيداركم عندكم بوبيل مثلا توسكي أورغانيك ولو انو حتى الأورغانيك تنجم تعمل كومبوستاج ما هو عضوي هكا عضوي تنجم ذاك الباقي مثلا البلاستيك اللي كانت اللي ساشية اللي فيه تنجم تحطهم الكل مع بعضهم وبعض اللي جاف الليل في البرباشة في عضي يبقوا يفرزوا في البوبيلة متاعنا وكل شيء ينجم يقضوهم ديركتما احنا ربحنا في البيئة وربحنا أيضا عاوننا مجموعة لها تقوم بدور كبير على المستوى البيئي معنا عاونهم اقتصاديا بشي المؤكثر يعطيك الصحة في هذه النقطة وبالحق هنا يكون دعوة إلى كيفة المواطني ما نحطوش البلار في وسط الساشيات لأنو نشوفهم هنا ثانا في حومتي ثم بعض البرباشة تلقاه شد البوانداج تقولوا شبيه يدك ولا شبيه كذي يقول لك أنا جيت حتيت يدي في وسط الساشيات ضربني بلار ولا ضربتني حاجة حديد فرجاءنا نحاولوا كيفاش نفرقوا ما بين هذه المواد نور ونسهلوا لهم زيدا خاطر البرباشة معناه كما قلت أنت حسين معناه وفي نال حاجة بسيطة من عندي أنا كعائلة جوست بش نحط البلاستيك واحد وهذي أضعف بالنسبة لي أنا أضعف الإيمان وتعال حطوا على البرباشة بجوسته ما بش ما يقعدش هو يلوج وتستيرا وتسهل بالحق كما قلنا في السؤال أنا نمن بالمسؤولية المواطنية قبل مسؤولية الدولة ماذا بي نرى في المدارس نتعلموا أولاد صغار الجمعيات يمشيوا أكثر للمدارس ويعلموهم كيفاش ينجموا كيفاش ينجم إعادة تدوير النفايات في الدار ولا يعمل بريكولاج بالماتريال اللي بيش تطيشوهم وذلك الكلو دونك حسين أنا نعرفك مقبل ونعرف الخدمة متع الاسوشيشون بتاعكم ونعرف الاسوشيشون مع شركتها الموجودة زيرو واست ولا غيرو الحجم متع المجتمع المدني في التوعية المواطنية هذي تحسوا بهي متوسط خائب كيفاش تقييمك انتي العمل جبت موضوعهم برشة ديجا حتى حتى في هذا الإطار بشركة مع عديد الجمعيات وبرشة جمعيات قاعدين تنشط على مستوى المدارس دونك ثم عملية تحسيس وعملية تتجاوز التحسيس للتحسيس معناها بش مشي لازغار عملوا عملية تحسيس جيف لا نضون لزالترنتيف ومتاع عملية تدوير ومتاع حاجة كونكريت بش هم يفهموا المنظوم معناها غلوبالما ثم تحسوا لكن ما هنوش كيفي للأسف معناها بش نكون نجحو بش نقول روما ثم ماش تحرك ثم شانجمو حتى تماف مثلا هنا في الرديو بفات اللي احنا نكونوا موجودين وتخصوا الحيز الزامني هذا الكل منها البيئة سيديجا انا وحاجة بيه فهم وبش يكون عنا ايضا برنامج خاص بالبيئة في شمس فهم عزمين محمد الهمامي قريبا ان شاء الله بش يكون عنا برنامج خاص بالبيئة كيما المجتمع المدني وحق وحق الانسان يكون ثم برنامج بيئة فاضلة بضبط ونحييهم على المبادرة ذي بالمناسبة كيف ما قلت لك أمامهوش كيفي عليش لأنه هي الحكاية الكل يزم كيف ما قلت عليه مهم برشة صغار ليش بش تولي ريفليكس إني بش تولي حاجة راس خفية الموتر للأسف ثم نستحب التعاون ثم دولابون فولنتي ميراو انت إذا كان بجي تشارك في حمد نظافة مرة في العاء وجي مثلا تعمت صحيتي تلقى داركم يطايشوا في الزبلة ولا تطلع مع ابوك في الكارهة تلقائي بالضبط إذا كان انت مثلا ثم حاجة سامبل أنا بنسبة لينا لو أني منحب نسل كل جيل حمد النظافة وعملية تشجير وهذا المجر إذا كانت تجي مثلا مرة بركة وكذا وهو ما يشفع لك إذا كانت تشري كل يوم ساشي بلاستيك ولا أنت معاناها كان قعدت ومشريتش بلاستيك خير بصراحة فهمني ومنحق الناس كل يجيوا معنا نعم صح هو حكينا على البلاستيك ونحكي هذا على حتى على البيلات اللي تتلوح في الفضاءات العامة وتتلوح حتى في التراب وتمشي حتى مع البوبيل العادية نعم صحينا على كونه نفرق ما بين الأشياء هكا اللي قاعدين نحن نستعملوا فيهم أنت حديدت إيديك على الجرحة ثم مشكلة كبيرة رو هي مسؤولية متاع خاطر الرسكلا رو مش نعطي رقم صغير تقريبا بش ويحد ثمانين بالمئة من نوفيت متاعنا نجمو رو نثمنوهم رو كل رو قلوب الموئي وتتوقع ديش قاعدين نثمنوا تقريبا نسبة اللي لذي توقع ديش حاجة توجع القلب خاطر ثم دي فم مشكل ثم تقريبا نسبة قدش ولا نجمش نعطي تقريبا نسبة سيح خاطر بش من غلط الموطنيين لكن نسبة ضعيفة جدا ودون المأمول لكن المشكل أعمق منها كعليش في الوكالة الوطنية تصرف وهو ثم زوز هم يقوموا بالرسكلا في تونس ثم الوكالة الوطنية تصرف نفاية اللونجيت موجود هيكل تبع الدولة وثم الخواس الخواس بطبيعي إذا كما فيهش برشة ربح من نجمش يمشي معك لذلك دولة موجودة وهي المولو بوليسة لكن المشكل اللي عنا انه في المراكز في إيكوليف كذلك تقضي الاستيعاب ما عادش ينجموا يقبلوا معناها أكثر وثاني حاجة في الرسكلا في الماتريال ثم مواد الأسفرة حتى في البلاستيك في البلاستيك لا ترسكوش النفايات الخطيرة يجب أن نلقوا فيهم حل معناها يجب أن نلقوا حل الصناعيين في كل الحومة لازم مكان متفاهمين قلت تكلمك بها بشة ليس بلاستيك بركة بركة كوارث ينخرجوا فيها من الطبيعة فرحان برشة أيضا يكون بحذانا في فوزي معموري مدير مكتب الصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال أفريقيا بتونس أهلا وسهلا سيفوزي مرحب بك مرحب بك نوارتنا أعيشك مرحب بمستمعي شمس سيفوزي شفت نلقى عامتكم دورات تكوينية حتم على الصيدين في الصيد يظهر التقليدي في تبارقة مشاريع لاند كات بيوديف حكا بخصوص الممارسات التقليدية لإستغل الأراضي والحفاظ على التنوع البيولوجي أيضا حتى بعض الأرقام الموجودة لعلى صفحة الرسمية 93% من الحرائق الغابية التونسية تسبب فيها الإنسان 4% من الحرائق أسبابها عوامل طبيعية متعمدة وتكتسي صبغة إجرامية بروجيت بيلوت في تينجا على التخفيض من البلاستيك الملوثة 86% سمحوني منذ بداية العام 86 حريقة فستا أشهر الأولى كنا نحكي وتقول 99% من الحرائق الغابية التونسية متسبب فيها المواطن مهيش الدولة لهنا وهنا نذكر في 2017 عملت تحقيق في أرض دوار أرض الكيف في جندوبة ووصلت إلى نفس تقريبا الأرقام هذا يحاول الحرائق التي تردت في أجندوبة عام 2017 كيف قاعدت تسير العملت هذه وتقول أنتم عن سهو أو عن غير قصد من قبل المواطن؟ صحيح الحرائق الموجودة في تونس هو الحرائق الغابية نقصد فيها هذا هو باتبعات الحالة الحرائق الغابية الموجودة في تونس أكثر هي إنسان ليس متعمد ولكن ما ينتبهش وقال له يحاوز في الغابة نجمي سيطاج سيجار ونجمي شعر يعمل برباكيو ونجمي يعمل حاجة تخلي النار تشعل بعده وسعادته هو يعمل موجود ويطفه يتصور ولو وطفه ولكن بعد ما يمشي تجير يحوز وطرش على النار وتشعل الغابة الكل 93% هذي مشكلة كبيرة من قلة الوعي في التصرف مع الغابة ويمشوا في مناطق معناها أكثرية اللي هي سهلة الاشتعل هذا هو سبب أكثر المشاكل اللي جاية من الحل خلينا يتفاضل عليه لاحظت هو في التقرير ونحب أن نرجع وما نرجع شوية حماية البيئة مش كان مطيش في الشارع فما زاد التنوع البيولوجي وكيفيش نجمه نحنا نخدمه مع سيدة نخدمه مع البحارة نخدمه مع الفلاحة على التنوع البيولوجي هذي كله قاعدين تخدموا عليه أنتوما في VVVF بالنسبة اللي اسموا فينا زادة كل ما يعرفوش أنتوما فيش قاعدين تعملوا بخلاف التوعية ولا العمل مع المجتمع المدني في القطاع هذي حكينا شوية على الخدمة في البيئة شنية؟ خلنا نعطي فكرة شنية VVF VVF هي الصندوق العالمي للطبيعي هي منظمة خاصة موجودة في كامل العالم موجودة في سياجة موجودة في سويسرا نشتغل في أكثر في مئة دولة في تونس عنا أكثر من 16 سنة موجودين عنا أكثر من 700 سبعة ملايين عضو في العالم هي منظمة كبيرة رئيسة عريقة عندها بنتو سنعة من 60 سنة في العالم والمنظمة بتاعنا في تونس المكتب بتاعنا هو مكتب بشمال أفريقيا اللي نهتم بالبلدان جزائر وتونس والليبيا والمغرب والمغرب نشتغل على ثلاثة مهام هما حماية ما نسمى بالغابات أو الأماكن الأرضية نخدمها على المناطق الطبيعية البحرية ونخدمها كذلك على المياه والمناطق الرطبة في تونس عنا استراتيجية تعمل على مدة خمسة سنين ولكن استراتيجية تتماشى مع استراتيجية الدول ما نخدمه لد في لد في الدولة بعدة طرق طريقة التكوين طريقة وضع مشاريع في الميدان كذلك نعمل عدة حملات توعاوية في تونس نور نيجيك في تفاعل قلت يد مع الدولة مع الدولة ونحبه مع المجتمع المدينة ونحبه مع المواطنين نعمل عن مسؤولات المواطنين نور تفضل ممكن زادة من القضايا البيئية الكبيرة والتي يحدث أن لا يشعر فيه توا على المدى القصير وهذا المواطنين يقول لكم أن نطيش اليوم ساك بلاستيك لا يخمم في الأجيال التي تتعلم بعد لا يوجد حقنا اليوم الذي نعيش فيه حق زادة الأجيال القادمة وهو يختر الموضوع أنه لم يأخذوه وعليش نستنع حتى لو تصبح كارثة بيئية كبيرة وهو مدجاة سايرين كوائر بيئية التي نرى فيه في قفصة والذي نرى في فلا وعليش نستنع حتى تصبح كارثة بيئية لكي نخم في الأجيال اللي بعدنا نعطي رقم هنا ونأتي لتفاعل نور 33800 بوزة بلاستيك تتلوح في البحر الأبيض المتوسط كل دقيقة بفضل صحيح سعرة فقد نقوله بحر من البلاستيك ليس بحر بحر معنى سوريمان بحر قليلَ تُوسط من البلاستيك البلاستيك الموجود هو مشكلة البلاستيك هما تحدث باستيك هذه حضارة كبيرة البلاستيك في البلاستيك في بداية تغير keimplocment غير العالم كامل في الإستعماليات في طريقة الإستعمال هذي كان حاجة به وليكن من كثرة إليستعمال ومن كثرة طريقة الإستعمال هو إلى 아니라 مضر أكثر منه نافع صحيح فيما عدة طرق فيما عدة اتليزاسيان ووتي بلاستيك اللي تسهل ويجبنا نخدموا بها ولكن البلاستيك الوحيد الوحيد الاستعمال هو المشكل هذا يجب أن نغيره فيما عدة بلدين نيوزيلندا على ناحاته من برش بلدين في أوروبا زي دي بدايو ماشين فيه في المغرب مثلا ممنوع البلاستيك فيه في الرباط ساشية ما دورش اكثر اكثر دولة اللي يطبق في الساشية في الواحد هي كينيا كينيا في الطيارة تقول لك ممنوع باش تهبط الساشية بلاستيك من الطيارة رأي ميتين دولار اغطية ايا 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 اقل شاي معناها باش توصل انت معناك يتشوف انت في البلدين تلقى ولكن فهي يجب تغير الكوبرتمام بتاعنا انت توكيك تمشي مثلا مشاخذ اي قطعة اي حاجة وحطيك في الساشية تقولوا منحبش الساشية وقول لك بليش يتصور لانت ما تحبش الساشية على خطر الفلوس للأسف دي ما الوقت ما يكفيناش في كافة المواضيع نخلك ثانية فقط باش تخدم سي فوزي معموري مدير مكتب الصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال افريقيا بيتونس انا عدة نشاطات ولكن النشاطات التي نقوم بها هي عنا حملة ضد الحريق عنا حملة زادة على حماية السلاح في اللي هي ياسر مضطأ مش مضطأ مش مضطأ معنا اجاه ضرر من البلاستيك لانه هي تغلط في تاكل الميدوز وتغلط تاكل البلاستيك عنا حملات اخرى على عدة انشطة بالنسبة للتغير المناخية السادة في تونس نحن صحيح الوقت المعتناش اليوم باش نعطيوا فكرة على نشاط الجماعيات متاعنا ولكن الحاجة اللي نحن فيها رفع اللي ولا المجتمع المدني في تونس خاطرانها عشرة واكثرة من 16 سنة يخلينا اللي نجموا نكونوا ناشطين ولكن زادة نفعوا البلاد ونخنوا لد في لد باش نغيروا حاجاتنا شكرا لك شكرا لك فوزي معموري مدير مكتب الصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال افريقيا